ترجمة نانسي قنقر وأدنت جميعها دولة قطر نتيجة الاستخفاف بحقوق العمال والانتقاص منها كما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر عنها قبل نحو خمسة أيام أن الواقع اليومي للعديد من العمال الأجانب لا يزال قاسيا ويطالب الاتحاد البحرني لكرة القدم بضرورة تحسين أوضاع العمال الكادحين الذين يعانون الكثير في حياتهم اليومية نتيجة لتخفيض رواتبهم وعدم حصولهم على حقوقهم العمالية البسيطة مؤكدا ضرورة تدخل الجهاد الحقوقية لزيادة الضغط على دولة قطر بهدف حماية العمال الذين يتواجدون في بيئة خطيرة تفتقد لأبسط سبل تأمين حياتهم يبدل اتحاد البحرني لكرة القدم قلقه لما أكدته التقارير الإعلامية من تزايد حالات الوفاء للعامين في المنشآت والبنية التحتية والملاعب في دولة قطر والتي وصلت بالألاف مما يؤكد بأن العمال يعيشون تحت وطأة الحرمان لأبسط حقوقهم الإنسانية ويدفعون الثمن باهظا بالإضافة إلى أن تلك التقارير والأرقام تؤكد أن التدابير الإصلاحية والخطوات التي اتخذتها دولة قطر غير كافية لحماية حقوق العمال وحمايتهم من ظروف عمل حرجة ويطالب الاتحاد البحرني لكرة القدم بضرورة توفير الحقوق الإنسانية بهدف حماية العمال من الاستغلال غير الحضاري للشركات والقطاعات القطرية